أتجمع أتجمع فرحة يا سراج نظم عدد من موظفي الشركات المتعثيرة في ليبيا وقفة احتجاجية أمام مبنى حكومة سخيرات برئاسة فايزة سراج بطرابلس للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية بعد أفلاس تلك الشركات المتظاهرون طالبوا بتنفيذ قرار السراج بتسوية أوضاعهم المالية الذي لم يعد أكثر من حبر على ورق حيث لم تنفذه وزارة مالية حكومة سخيرات حتى هذه اللحظة هذه المظاهرات تعد هي الأولى من نوعها في العاصمة طرابلس منذ تراجع السراج عن قراره بإيقاف وزير داخلياته فتح باشاغة الذي تم توقيفه عن العمل وتواجه حكومة السراج صراعات داخلية سواء على السلطة أو النفوذ انتدت من قيادات الميليشيات إلى المجلس الرئاسي وصولا للقطاع المالي ويعاني الأخير من تضارب القرارات بين وزير مالية سخيرات فرج بومطاري وفايزة سراج ومحافظ المسرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير حيث وصلت إلى إيقاف تنفيذ كل طرف قرارات الآخر بدعوى عدم الاختصاص وفي الثالث والعشرين من أغسطس الماضي بدأت احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس وبدن المنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة الميليشيات على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية فتحت خلالها ميليشيات طرابلس النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم واعتقلت آخرين وأصبح مصيرهم مجهولا وذلك في محاولات من حكومة السخيرات لقمع هذه التظاهرات عطية العبيدي ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر